تحقيق هذه الوعود والوجوء إلى ضمانات فعلية خطوات عملية لتحقيقها في مختلف الملفات حاجة أساسية لكل دول منطقتنا وأيضاً من ناحية أخرى للجانب الأمريكي الذي كان له أيضاً مكاسب عبر هذه الزيارة نعم يعني في الحقيقة الرئيس الأمريكي في تصريحاته أثار نقاط عديدة أولاً اعتبر فترة يعني انزواء الولايات المتحدة من دورها التاريخي في الشرق الأوسط خطأ وهو الآن يعلن أنها تعود إلى المنطقة ولن تتركها إلى روسيا والصين وإيران الأمر الثاني تحدث عن أهمية الشرق الأوسط ورأينا الاتفاقية 18 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية هذا يعني بدء استراتيجية أمريكية جديدة تجاه المنطقة رأينا عدة تحركات حضور مهم بإضافة إلى دول مجلس تعاون خليجي العربي مصر والأردن والعراق أيضاً فأما بالنسبة لملف الإيراني من الواضح أن بايدن لا يريد المواجهة مع إيران أعلن هذا معاراً وتكراراً وحتى قال أن المواجهة ستكون الخيار الأخير تحدث وقال أن القوة يمكن أن تكون جائزة أو محتملة إذا ما كان الخيار الأخير مع إيران صحيح إذن يبقى الحل الدبلوماسي الذي تؤيده دول منطقة أيضاً وهو ما دعا إليها القادة اليوم أيضاً لكن تبقى قضية الضمانات التي تحدثنا عنها فإيران التجربة أثبتت أن التعامل معها لا يمكن أن يكون عبر النواع الحسنة إذا لم تكن هناك أدوات ضغط كافية وهي بحاجة الآن تعود إلى المنطقة لكن كيف لها أن تصدد تعود إلى تصدير النفط وهي تهدد بإغلاق مضيق هرموز واليوم القمة أيضاً أكدت على أمن الملاحة صحيح فهذه أحدى النقاط الأساسي الأمر الثاني المشروع النووي نفسه يجب أن ليس فقط من جانب التسلو حتى خطر الإشاعة النووي بدون وجود مراقب دوليين الآن إيران أزالت الكثير من الكاميرات بدون حضور فاعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فكل هذه العوامل بالإضافة إلى إشراك دول منطقة في أي حوار مستقبلي أو اتفاق مستقبلي مع إيران لن يكون هناك أدوات ضغط كافية لضمان أن لا تحصل إيران أولاً على سلاح نووي لن يكون برأيك؟ لن يكون يجب أن نرى نتائج هذه السيارة لحد الآن الخطوات الأمريكية بالرأي جيدة هناك مؤشرات على تعاون إقليم عربي وأمريكي ماذا بالنسبة لبرنامج الصواريخ الباليستي وهو ما يهم بالتحديد أو بشكل خاص دول أمن منطقتنا؟ نعم وبشكل مختصر صحيح يعني ليس فقط برنامج الصواريخ بالطبع برنامج الطائرات المسيرة والأسلحة التي تزود بها إيران الميليشيات هذه نقاط همة جداً بالطبع على الولايات المتحدة بإمكانها لعب دور كبير إذا كانت صادقة في وعودها تعاون عربي إقليمي أمريكي يمكن أن يحد من طموحات النظام الإيراني خطوات مشابهة لما اتخذ في العراق يعني تقريب الدول العربية والحد من النفوذ الإيراني هنا كلها خطوات ممكن أن تساعد على الضغط على النظام الإيراني لإرضاقي العودة إلى طاولة المفاوضات شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا والوقت الذي خصصته كنت ضيفنا هنا بأستاذ صالح حميد البحث في الشأن الإيراني شكراً موصولاً لضيفنا دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي